السلام عليكم جميعاً في البداية حابب أرحب بحضراتكم طمعاً لحضور المؤتمر وأستأذنكم أن أنا أبدأ إن شاء الله بتوجيه بعض رسائل الشكر في البداية طبعاً لمجلس دارة النادي الأهلي لإستقاطه فينا وطبعاً برئاسة كابتن محمود الخطيب أنهما دون الفرصة أن نعمل حاجة ولو بسيطة لأمور النادي الأهلي فكرة الألبوم الحقيقة نشأت أن نحن كنا عايزين نعمل حاجة لنادي الأهلي مختلفة كان عندنا أفكار مختلفة لتقدمها للنادي الأهلي إلى أن نستقر الرأي على عمل الألبوم الخاص بالنادي يمكن الأندية العالمية بتعمل الألبوم بصورة تقليدية نوعاً ما إنهو بيكون فيها اللعيبة الحاليين ونبزة عن كل اللعيب وخلاص إحنا الحقيقة بما إن إحنا بنكلم عن النادي الأهلي نادي من أعرخ الأندية على مستوى العالم فحبينا إن إحنا نتناول التاريخ بتاع النادي الأهلي بصورة مختلفة بداية من نشأة النادي الأهلي وصولاً للوقت اللي إحنا فيه والحقيقة التعاون اللي إحنا دمسناه من إدارة التسويق أو المركز الإعلامي الحقيقة كانوا بيطمعونا يوم بعد يوم إن إحنا نبدع ونطلع أحسن حاجة ممكنة لجماهير النادي الأهلي وده يمكن إن شاء الله حضراتكم هتشوفوه في الألبوم إن إحنا تناولنا تاريخ النادي الأهلي بصور مختلفة بدءاً من تأسيس النادي الأهلي رموز النادي الأهلي رؤساء النادي الأهلي الأجيال الدهبية اللي في النادي الأهلي بداية من أول فريق تأسيس سنة 1911 إلى وقتنا هذا بالإضافة لأقسام تانية مختلفة ليها علاقة بالجمهور وليها علاقة بإنجازات النادي الأهلي المختلفة في النهاية الحقيقة حابب أشكر فريق العمل اللي معنا اللي تعب من تحرير ومن إدارة ومن تصميم عشان يطلعوا الكلام ده اللي الحقيقة يعني اشتغلوا ليل نهار خرار الفترة اللي فاتت كلها علشان يطلعوا لحضراتكم حاجة طليق باسم النادي الأهلي وحابب برضو أهني جمهير النادي الأهلي على الألبوم إنه هو أول إصدار وزي ما تفضل أستاذ محمد مشكورا إن تاريخ النادي الأهلي مليء بالرموز ومليء بالنجوم اللي صعب إن احنا نختزلهم في موسم واحد وبالتالي إن شاء الله المواسم اللي جاية هكون مكملة ليه عشان نتناول تاريخ النادي الأهلي بصورة أكتر يعني فيها أفكار مختلفة عن الفكرة دي مرة تانية بشكر حضراتكم وإن شاء الله الألبوم يناير رضا لحضراتكم وإن شاء الله هيكون متوفر خلال الأسبوع الجاي لكل بيت أهلوي في مصر شكرا جزيلا ويا رب إن شاء الله لأكم شكرا جزيلا